طيب فضيل الشيخ بعد هذه المكانة التي تفضلتم بذكرها وأكدتموها بالآيات والأحاديث والتي لا تدع مجالا للشك أن المكان هو ما هو أفئدة المؤمنين و أن عليهم فعلا أن يدافعوا عنه الآن هناك نوع آخر من القصف إضافة إلى القصف الحسي الذي يتعرض له أبناؤها الآن و يودعون الحياة شهداء هناك قصف آخر يتعلق بالمعرفة بالمعلومات بالشبهات فهناك من يقول بأن العالم الإسلامي جاد في تخليص المسجد الأقصى من الاحتلال و لديه استراتيجيات بعيدة للمدى و يحتوي الموضوع بتؤدى لكن تحدث أحيانا أن تقوم المقاومة بمواجهة المحتل و تبيع القضية بهذه الصورة و تؤدي إلى الدمار و الخراب ما رأيكم في مثل هذا الكلام؟ هذا السؤال بالغ الأهمية و يمكن أن ينظر إليه من عنصرين اثنين أشرت إليهما نعم الأول ما يتعلق بالجانب المعرفي نعم أما تأصيله فقد تقدم و لكن الحاصل أيضا فيما يتعلق بالإعلام و في تعريف الآخرين بمكانة المسجد الأقصى و بمنزلة فلسطين و بما يجب على المسلمين القيام به تجاه المسجد الأقصى و أرض فلسطين هذه حرب لا تقل أهمية و شراسة عن الحرب الدائرة في الميدان سنأتي إلى هذا الجزء الذي كان محور سؤالكم نعم و الجواب فيه واضح فإن من باع القضية معروف نعم و من باع دينه و أمانته و فرط في مسؤوليته و تخاذل و قبل لنفسه الذل و الهوان فإنه معروف نعم و من لطف الله تبارك و تعالى فإن هذه الأحداث في هذا العصر الذي ما عاد يمكن أن تحجب فيه المعلومات أو أن يتستر وراء حجب ما عاد ممكنا فإن هذه الأحداث قد فضحت المنافقين و الخائنين و الذين باعوا و قبضوا الأثمان نعم و يعني ظلوا يخذلون و يدسون السموم في أوساط المسلمين نعم إن كشفت حقائقهم إلى حد أنهم أغنون عن ذكر أوصافهم و عن ذكر فعالهم نعم و هذا من فضل الله تبارك و تعالى على هذه الأمة و لذلك فإن هذا أنا قدمت الجواب على القضية الثانية عن القضية الأولى لارتباطهما هذا الوضع كشف للعالم حقيقة أصحاب الحق و ما يطالبون به و مشروعية دفاعهم عن أنفسهم و جلب لهم التأييد من حيث يحتسبون و لا يحتسبون نعم عواصم العالم حيث الإغلاض و التشديد في بلدان تدعي حرية الرأي نعم و كان لها السبق حسب زعمهم في حرية التعبير عن الآراء نعم و فسح المجال للحريات إذا بها تضيق على الناس و تنزل العقوبات الشديدة و مع ذلك لا سامع لها يخرج الناس بالآلاف عشرات الآلاف في مختلف الميادين و هم يؤيدون الحق و ينصرونه و من طلت عليهم الأباطيل و الشبهات و الدعاوى الزائفة و الشائعات التي يحاول العدو بثها و ينتصر له من ينتصر من هؤلاء القوم نعم و هذا أيضا من فضل الله تبارك و تعالى على أصحاب الحق لكن لا يستغرب و هنا سأتي إلى يعني ما ذكرتموه لا يستغرب من العدو المغتصب المحتل أن يعمد إلى نشر الإشاعات و التلفيق و تزوير الحقائق نعم و لو كان ذلك بما لا يقبله عقل لأن القرآن الكريم في الحقيقة كشف لنا أن ذلك من جوهر طباعهم نعم فالله تبارك و تعالى يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله و حبل من الناس أما الحبل من الله فهو ما كان يرسله إليهم من الأنبياء نعم الذين كانوا يسوسونهم فقد بعث الله تبارك و تعالى في بني إسرائيل النبي بعد النبي بعد بل كان يجتمع لهم في الوقت الواحد العدد الكبير من الأنبياء و لكنهم كانوا يقتلونهم نعم ولذلك كشف لنا ربنا تبارك و تعالى هذا الطبع فيهم نعم أنهم كانوا يقتلون الأنبياء فكيف يمكن أن يتوقع منهم أن يحفظوا دماء بريء نعم و هم قد عدوا على أنبيائهم تقتيلا نعم و تنكيلا و تعذيبا كرأة و أما الحبل من الناس فهو أنهم لا قضية لهم ليس لهم مبدأ و يعرفون أنهم على باطل و أنهم ظلمة معتدون و لذلك فإنهم يسعون إلى أن يكون مددهم من الخارج نعم ليست لهم قضية من الداخل ليست لهم قضية ذاتية إلا بمدد من الخارج يستغيثون بغيرهم يستنصرون بغيرهم يستمطرون المدد من غيرهم يطلبون العتاد من غيرهم إلا بحبل من الله و حبل من الناس ينشرون الأكاذيب ينشرون الشائعات هل هم موظفون لهذا الحدث المعين بمعنى جعلوا عمداً هناك لأغراض أخرى من قبل الإمبريالية الغربية أو كما يقال؟ قطعاً أن المسلمين يسمعون مثل هذه الأقاويل و لا يمعنون فيها النظر نعم و هم أنفسهم لا يمعنون في هذا الكلام النظر أيضاً يظنون أن مثل هذا القول إنما هو من التلطف بهم و العناية بهم و هذا غير صحيح نعم حينما تصدر مثل هذه الكلمة فما المقصود منها؟ لا نجد تفسيراً أنا لا أجد تفسيراً نعم إلا أنه يراد منهم غاية ما يراد منهم نعم أن يكونوا سبباً لإشعال الفتن و الحروب و العداوات مع جيرانهم و مع المحيط الذي هم فيه نعم طيب فتكون هذه الحروب و العداوات سبباً لاستمرار تصنيع الأسلحة و بيعها و التجارة فيها و كل ما يتصل بالحروب من جوانب عسكرية و جوانب سياسية و مؤتمرات و غير ذلك لأنها تدر المليارات لأولئك الذين يصنعون و يتاجرون فغاية ما أريد له وجودهم هو أن يكونوا سبباً لإحداث القلاقل و الحروب و الفتن و العداوات التي لا تنتهي فيكونون بذلك سبباً لهذا الثراء و استمرار الدفق للخزائن خزائن تلك الدول هذا غير و لذلك لا يكترث لشأنهم الداخلي نعم لا يكترث لأوضاعهم الداخلية لا يكترث هذا هو الصحيح نعم هذا بنظر من أكد أنه لو لم تكن موجودة لأوجدها لكن في النظر الشرعي هذا عدوان و ظلم و بغي و اعتداء على مقدسات و عدوان على أرض الغير و لو لم يوجد من هذه الأسباب إلا سبب واحد لكان كافياً لوجوب المقاومة نعم لأنها مشروعة نعم و الدفاع لأنه واجب ديني و تحرير هذه المقدسات نعم و دفع الظلم و الطغيان بما يستطاع فبهذا أمرنا ربنا تبارك و تعالى في كتابه الكريم